عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500-500 وخطة تشغيله وأكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمستشفى وبحث خطة التشغيل الأمثل له وفي أسرع وقت مشددا على ضرورة تشغيل المرحلة الأولى قريبا وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة أن هناك توجيه من الرئيس السيسي ومن رئيس مجلس الوزراء بتهيئة المحددات التي تضمن تشغيل هذا المستشفى على مستوى عالمي